بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في قناة مونيك ورشين النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الجيبة الجميلة دي الجيبة دي بتلبس من سن ست شهور لسن سنة بتمنى إن تنفزوها معي لإنها سهلة جدا الجيبة دي بتعتمد على غرزة العمود بلفة وطبعا غرزة العمود بلفة من غرز السهلة جدا ومن الغرز الأساسية في الكروشي كنا اشتغلنا قبل كده في القناة مع بعض جيبة موديل تاني وبغرزة تانية كانت بغرزة الصدفة هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي تحب إنها تشوفها مرة تانية فهننفز مع بعض الجيبة دي بمنتهى السهولة وبتمنى إن تنتو تنفزوها معي ويلا بينا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنشتغل مع بعض الجيبة دي إزاي؟ وبتمنى إن تتو تدعمونا ولو أول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس وتدوسي على زر الكل عشان يوصلك كل شيء جديد من اللي بننفزه في القناة بإذن الله فيلا بينا كده ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم أنا هشتغل بخيط أمقرة خيط أمقرة 100% أكليريك وهشتغل بإبرة رقم 3 مليمتر طبعا تقدر تشتغلي بالخيط بأي خيط متوفر عندي وبالإبرة المناسبة لي هنبدأ كده ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ نشتغل مع بعض أول حاجة هعمل عقدة البداية وهشتغل عدد من السلاسل بيقبل الإسم على رقم 3 والمقاس بتاعنا هيبقى مقاس محيط دوران الوسطى وعدد السلاسل بيكون بيقبل الإسم على رقم 3 فهشتغل بالشكل ده 1, 2, 3 3 سلاسل وهكرر مرة تانية 1, 2, 3 مرة كمان 1, 2, 3 وهشتغل بالطريقة دي إن أنا كل ما بشتغل 3 سلاسل أشتغل 3 وهكذا 3 وبعدين 3 وبعدين 3 وقيس على محيط دوران الوسطى واشوف المقاس المناسب لي بس بشرط إن يكون عدد السلاسل بيقبل الإسم على رقم 3 أنا عملت 72 سلسلة على قد محيط دوران الوسطى اللي أنا عايزاه وعدد بيقبل الإسم على رقم 3 أو من مضاعفات رقم 3 بعد كده هنعمل إيه؟ هبتدي إن أنا أقفل السلسلة بتاعتي بس أحاول أصبت السلسلة بتاعتي عشان ما تلفش مني وهبتدي إن أنا هقفل السلسلة بالشكل ده بمنزلة بعد كده هنعمل إيه؟ هارتفع بسلسلة سلسلة دي هعتبرها سلسلة ارتفاع وهبتدي إن أنا أدخل في نفس المكان اللي أنا ارتفعت فيه بالسلسلة الارتفاع هدخل فيها وهعمل أول عمود عمود بلف بعد كده هدخل في السلسلة اللي بعدها وهدخل وهعمل عمود بلف اللي بعدها وهعمل عمود بلف والسطر كله ده هعمل في كل سلسلة من السلاسل اللي عندي هعمل فيها عمود بلف ولازم عدد الأعمدة اللي عندك هيكون بنفس عدد السلاسل اللي عملتيها يعني أنا عملت 72 سلسلة لازم يطلع عندي 72 عمود هشتغل السلسلة بتاعتي كلها وهنرجع مع بعض اشتغلت السلسلة بتاعتي فوق كل سلسلة عملنا عمود بلفة وهنيجي هنا عند أول عمود ارتفعنا به هندخل وهنعمل منزلق بالشكل ده وبقى عندي 72 عمود بنفس عدد السلاسل اللي أنا اشتغلتها بعد كده هنعمل ايه هارتفع برضو بسلسلة ارتفاع وفي نفس المكان اللي أنا عملت فيه سلسلة الارتفاع هاجي هنا هلاقي فيه العمود ده هاعتبره العمود الأول ده وهدخل وهعمل عمود بلفة بعد كده هدخل في العمود اللي بعضه وهعمله عمود خلفه هاعتبر ان اول عمود عملنا ده عمود امامي وهاجي في العمود اللي بعضه وهعمله عمود خلفه اللي بعده هعمله عمود امامي يعني هيبقى العمود فوق الابرة بالشكل ده والعمود اللي بعده هيبقى عمود خلفي هدخل الابرة من ورا كده وخلي العمود من تحت الابرة واعمله عمود خلفي العمود اللي بعده هيبقى عمود امامي العمود هيبقى فوق الابرة والعمود اللي بعده هيبقى عمود خلفي هدخل الإبرة من ورا وهخلي العمود تحت الإبرة وهسحب الخيط وأعمل عمود وهستمر بنفس الطريقة إن أنا بعمل عمود أمامي وعمود خلفي بدأ الأول بسلسلة ارتفاع وعمل العمود الأولاني عادي خالص أشتغل عمود فوق العمود وبعتبره إن ده أول عمود أمامي وبعد كده بعمل عمود أمامي عمود خلفي بالشكل ده وهستمر بنفس الطريقة لنهاية السطر بتاعي اشتغلت السطر بتاعي عمود أمامي وعمود خلفي وهاجي هنا هنهي السطر بتاعي إن أنا هقفل بومنزلقة في أول عمود اشتغلت فيه هقفل بومنزلقة بعد كده هرتفع برضه بسلسلة وهاجي في أول عمود عندي مكان العمود الأمامي بعمل عمود أمامي والعمود الخلفي بعمله عمود خلفي العمود الأول بشتغله عمود عادي خالص والعمود اللي بعده هعتبر إن العمود الأول هعتبره عمود أمامي واللي بعده أهو بيندي خالص أهو عمود خلفي وزي ما اتفقنا إن أنا بخلي العمود تحت الإبرة كده عشان أعمل عمود خلفي اللي بعده هيقبني أهو عمود أمامي هيبقى فوق الابرة بالشكل ده اللي بعده عمود خلفي وهاشتغل بنفس الطريقة بتاعت السطر اللي فات بس اخلي بالي ان العمود اللي هو امامي بعمله عمود امامي والعمود الخلفي بيتعمل عمود خلفي بالشكل ده وهستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر بتاعي وهاشتغل سطرين تاني يعني هخلي القمر بتاعي حوالي خمس سطور هشوف كده خمس سطور او ستة وهرجع لكم عشان نشوف هيبقى مقاس القمر بتاعنا قد ايه كده خلصت القمر بتاعي عملت ست سطور ونقيس المقاس كده مع بعض طلع مقاسه خمسة سنتي اهو فانا هكتفي بالمقاس ده للكمر طبعا انت لو حبيتي ان انت اتعرضي القمر عن كده فده شيء يرجعلك انا هكتفي بالست سطور دول اللي هم عملوا لي خمسة سنتي بعد كده هدخل بعد كده هخش بلون تاني من نفس نوعية الخيط هدخل باللون الابيض هاجي هنا فيما اول عمود عندي كده وهدخل وهسحب الخيط اللي باللون الابيض وهرتفع بسلسلة وهاجي ادخل في كل غرزة تقابلني هعمل غرزة حشو في كل غرزة من الغرز اللي عندي بعمل غرزة حشو وباخد معايا الخيط الزيادة ده باخده تحت الشغل كده اهو كل غرزة بعمل فوقيها غرزة حشو بالشكل هستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر وهعمل سطرين تاني من غرز الحشو اشتغلت ثلاث سطور حشوة باللون الابيض وقصيت الخيط بتاعي بعد كده هرجع لللون الاساسي بتاعي اللي هو اللون الفضي وهدخل هنا مكان ما قفلت بغرز الحشو هدخل وهسحب الخيط وهرتفع بسلسلة بالشكل ده وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه بسلسلة هدخل فيه وهعمل عمودين بلف دي اول عمود وفي نفس المكان هعمل عمود تاني عشان هبدأ اوسع في الجيبة بتاعتي يبقى complained اول عمود هدخل في نفس المكان وهعمل عمود تاني بلف بعد كده هجي في العمود اللي بعده وهعمل فيه عمود واحد والعمود اللي بعده هعمل عمود واحد هنا في العمود اللي بعد كده هعمل عمودي فوق العمود. وبعد كده عمود واحد. واللي بعده عمود. وبعد كده عمودين. وبشتغل بنفس النظام ده ان انا بعمل عمودين فوق اول عمود وعمود فوق كل عمود من العمودين اللي بعد كده. يبقى انا هنا عملت عمودين بعد كده هعمل عمود واحد. والعمود اللي بعده هعمل فوقيه عمود واحد. يجي العمود اللي بعده بعمل فيه فوقيه كده عمودين. يبقى بمشي بالنمدة عمودين. وبعدين عمود عمود عمودين عمودين عمود عمود عمودين. بنفس الشكل ده بستمر للسطر كله باشتغل بنفس الطريقة عشان ابتدي ان انا اوسع الجيبة بتاعتي كده خلصنا السطر بتاعنا اللي كنا بنشتغل فيه عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين بالشكل ده بعد كده هنعمل السطر اللي بعده هرتفع بسلسلة هيقبني هنا العمودين اللي كنا عاملينهم هنا هيجي ألف الخيط على الإبرة وهدخل ما بين العمودين هنا وهدخل وهعمل عمودين واحد وفي نفس الفراغ اللي ما بين العمودين هعمل العمود التين يعني ما بين العمودين دول في الفراغ هعمل عمودين بعد كده هيقبني العمودين اللي انا كنت بعملهم هعمل فوق كل عمود عمود بالشكل ده بعد كده هيقبني هنا العمودين دول هدخل ما بين العمودين هنا في الفراغ اللي ما بين العمودين وهعمل فوقيهم عمودين واحد اثنين بعد كده هيقبني العمودين هدخل فوق كل عمود وهعمل عمود بعد كده هنا في وسط العمودين اهم هدخل هنا في الفراغ اللي ما بين العمودين وهدخل وهعمل عمودين واحد اثنين بعد كده هيبقى فوق كل عمود من الاعمدة اللي عندي دي هعمل عمود اي ادي اول عمود و ادي العمود تاني بعمل فوقيه عمود هكرر هاجي هنا العمودين هدخل ما بين العمودين وهعمل هنا في الفراغ اللي ما بينهم بعمل عمودين وباجي فوق كل عمود وبعمل عمود وبستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر بتاعي خلصت السطر بتاعي بقى بالشكل ده ولو نلاحظ ان احنا بدأنا يبان ان احنا بنوزع اهو في الجيبة بتاعتنا اهو الميل اخدت بدأت تاخد الميل كده بتاعي الجيبة هنيجي نعمل السطر اللي بعد كده هرتفع برضو بنفس الطريقة هرتفع بسلسلة احنا كنا في السطر ده في السطر اللي قبل ده كنا بندخل ما بين العمودين وبنعمل جواهم عمودين السطر ده برضو هيبقى قريب من السطر اللي فات بس بدل ما كنا بنعمل في الفراغ اللي ما بين العمودين كنا بنعمل عمودين لا في الفراغ في السطر ده في الفراغ اللي ما بين العمودين هتقل كده وهعمل تلاتة عمود بلف ادي اول عمود وهتقل في نفس الفراغ اللي ما بين العمودين وهعمل العمود التاني وفي نفس الفراغ هعمل العمود التالت يبقى في الفراغ اللي ما بين العمودين دول اللي هم عاملين شكل V كده هدخل وهعمل جواهم 3 عمود بلف بدل ما كنت في السطر اللي قابله كنت بعمل عمودين اتنين لا في السطر ده هعمل 3 عمود بلف بعد كده هيقابلني العمودين هم دول هدخل فوق كل عمود وهعمل عمود بلف عادي ادي اول عمود والعمود التاني هدخل وهعمل فوق عمود بلف هيقابلني بعد كده حرف ال V اهو اللي هما العمودين هدخل فيه في وسط العمودين هنا كده في وسط حرف ال V ده وهدخل وهعمل تلاتة عمود بلف واحد اتنين تلاتة طبعا الزيادات بتاعة الاعمودة دي هي اللي بتديني الوسع والمال آآ للجيدة بعد كده هيقابلني العمودين هدخل في اول عمود وهعمل عمود في العمود اللي بعده وبعمل عمود هيقابلني تاني اللي هما العمودين ههم اللي عاملين شكل حرف V هدخل في وسطهم كده وهعمل تلاتة عمود بلفة اتنين تلاتة بعد كده العمودين اهم واحد اتنين هدخل فوق الاول عمود الاولاني وهعمل عمود وفوق العمود التاني وهعمل عمود وهكرر بنفس الطريقة دي ان انا بعمل في الفراغ اللي ما بين العمودين بعمل تلاتة عمود وباقي فوق العمود بعمل عمود فوق العمودين دول بعمل فوق كل عمود بعمل عمود وباستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر بتاعي خلصنا السطر بتاعنا هنبدأ في السطر الجديد برضو هنرتفع بسلسلة احنا كنا في السطر اللي فات عملنا تلاتة عمود بلفة في الفراغ اللي كان ما بين العمودين يعني هنا عندنا في السطر ده كده قدامنا تلاتة عمود بلفة هسيب العمود الاول والعمود التالت وهاجف العمود اللي في النص اللي هو العمود التاني وهدخل وهعمل فوقيه تلاتة عمود بلفة واحد وفي نفس المكان العمود التاني وفي نفس المكان العمود التالت بعد كده هيقابلني العمودين اهم دول هعمل فوق كل عمود عمود هسيب بقى هو العمود التالت ده يبقى زي ما قلنا ان بنسيب العمود الاول ما بنشتغلش فيه وبنشتغل في العمود التاني وبسيب العمود التالت بعد كده هيقابلني العمودين دول هدخل فوق اول عمود وهعمل عمود وفوق العمود التاني وهاعمل عمود بعد كده هيقبني الثلاث عمدقهم هاجي زي ما قلنا اني بسيب العمود الاول وبدخل في العمود التاني وبعمل ثلاثة عمود بلف واحد اثنين ثلاثة وبسيب العمود التالت وبيجي عند العمودين دول وبدخل وبعمل فوق كل عمود عمود وبستمر لنهاية السطر بنفس الطريقة خلصنا السطر بتاعنا وقفلنا بمنزلقة هنبدأ السطر الجديد مع بعض هنرتفع برضو بسلسلة وكنا في السطر اللي فات كنا بنعمل في تاني عمود كنا بنعمل فوقيه تلاتة عمود بلفة السطر ده هيبقى برضو شبه السطر اللي قابله برضو بيبقى شغلنا في العمود التاني بسيب العمود الاول وبدخل في العمود التاني وبعمل فيه اربعة عمود بلفة اتنين تلاتة اربعة يبقى بدل ما كنا بنعمل في السطر اللي قابله تلاتة عمود بلفة في العمود التاني لأ في السطر ده هيبقى في العمود التاني بنعمل اربعة عمود بلفة وبرضو نفس الحكاية هنيجي فوق العمودين دول فوق كل عمود وبنعمل العمود بتاعه. فوق كل عمود بعمل عمود. هيقابلني هنا التلاتة عمود اهم. هاجي في العمود التاني اللي هو في المنتصف اهو في النص اهو. بخش وبعمل فيه فوقيه اربعة عمود بلفة. واحد اتنين ثلاثة اربعة. بعد كده هيقابلني العمودين. هعمل فوق كل عمود عمود. هنا تلاتة عمدة هدخل في العمود اللي في النص اللي هو العمود التاني. وبعمل فوقيه اربعة عمود بلفة. اتنين تلاتة اربعة. وبستمر لنهاية السطر. خلصت السطر بتاعي. وهنبدأ في السطر الجديد. ارتفع بسلسلة. وهاجي هنا هنا انا كنت عملت في السطر اللي قابليه. كنا عاملين اربعة عمود بلفة. فهنسيب العمود الاول والتاني. وهاجي هنا في الفراغ اللي ما بين العمود التاني والتالت هنا في الفراغ ده. وهدخل وهعمل اربعة عمود بلفة برضو. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده هيقابلنا العمودين دول هعمل فوق كل عمود عمود. ادي اول العمود وفوق العمود التاني برضو بعمل عمود. بعد كده هيقابلني الاربع عمدهم. هاجي هنا ما بين العمود التاني والتالت في الفراغ ده. هدخل وهعمل اربعة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده العمودين هعمل فوق كل عمود عمود. الاربع عمودة هاجي في الفراغ اللي ما بين العمود التاني والتالت. وهعمل الاربع عمود. بالشكل ده. وهستمر بنفس الطريقة ان باجي عند الاربع عمودة وما بين العمود التاني والتالت بعمل اربع عمود. وعند العمودين بعمل فوق كل العمود. عمود. وباستمر بنفس الطريقة لنهاية السطر. بعد ما قفلنا السطر هنرتفع بسلسلة. وهنيجي هنا هنلاقي الاربع عمودة اللي معناهم في السطر اللي فات. فهنيجي بنفس الطريقة زي السطر ده. هندخل في الفراغ اللي ما بين العمود التاني والتالت هندخل في الفراغ ده. كلنا بنعمل هنا اربعة عمود. لا هنعمل في الفراغ دلوقتي خمسة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنقبل بعد كده العمودين اهم هعمل فوق كل عمود عمود واحد وفوق العمود التاني عمود. هيقابلني الاربع عمودة. هاجي في الفراغ برضو. اللي ما بين العمود التاني والتالت اهو. هدخل في الفراغ ده وهعمل خمسة عمود بلف. يبقى بنفس الطريقة بتاعة السطر اللي قبله. بس بدل ما بنعمل اربعة عمود بلفة بنعمل خمسة في الفراغ اللي ما بين العمود التاني والعمود التالت. وبنفس الطريقة بنيجي فوق كل عمود وبنعمل آآ عمود. وهنستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. خلصنا السطر بتاعنا. بعد كده هنبدأ السطر الجديد. هنرتفع برضو بسلسلة. وهنا هنلاقي الخمس عمودة اللي كنا عاملينها. اهي. في السطر اللي قبله. هنيجي في العمود رقم تلاتة. هنسيب واحد اتنين. ونيجي في العمود رقم تلاتة. وهنعمل فوقيه خمسة عمود بلف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده هنتنقل عند العمودين اهم. هعمل فوق كل عمود. عمود واحد. وفوق العمود التاني هعمل عمود. هيقابلني برضو الخمس اعمدة. هسيب واحد اتنين. وهاجي في العمود رقم تلاتة. وهعمل فيه خمسة عمود بلف. اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده العمودين هعمل عمود فوق كل عمود. واحد اتنين. بالشكل ده. وهستمر لنهاية السطر. وهبتدي ان انا اقرر السطر الاخير اللي احنا عملنا ده. هقرروا بطول الجيبة زي ما احنا عايزين المقاس الطول اللي احنا عايزينه. ونرجع مع بعض عشان نشوف اخر سطرة هنشتغله ازاي. بعد ما نعمل طول الجيبة زي ما احنا عايزين. وصلنا كده الاخر سطر في الجيبة بتاعتنا. فهنيجي هنا. انا قصيت الخيط الفضي. وهدخل تاني. هرجع بالخيط. وهاجي هنا. احنا كده كنا عاملين خمس اعمدة. هسيب العمود الاول والتاني. وهدخل في العمود التالت. وهسحب الخيط الابيض بتاعي. وهرتفع بواحد اتنين تلاتة. تلات سلاسل. وهاجي في نفس المكان اللي ارتفعت منه بالتلات سلاسل. هدخل فيه. وهعمل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. عملت اربع اعمدة. وكننا عاملين التلات سلاسل ارتفاع. يبقى كده اصبح عندي خمس اعمدة. هسيب كل. هسيب. كل ده. وهدخل على طول على الخمس اعمدة دول. هدخل في تالت عمود. وهعمل برضو خمسة عمود بلافة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ونفس الحكاية هتخطى كل ده وهاجي على طول على هنا الخمس اعمدة دول. وهاجي عند العمود رقم تلاتة. وبرضو هعمل فيه خمسة عمود بلافة. بالشكل ده. هستمر لنهاية السطر. ويبقى ده اخر سطر في الجيبة بتاعتنا. هخلصه وهنرجع مع بعض. خلصت السطر الاخير من الجيبة. وزي انتهى بالفيون كذي. وده الشكل النهائي للجيبة بتاعتنا. يا رب تكون عجبتكم. وتقدري ان انت تنفذي الجيبة دي لأي مقاس تحبي. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. واستنوني ان شاء الله في فيديو بديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.